أحياناً عندما يكون الأمر مهني ويستوجب الرد لن يكون هناك أي تجاوب من قبل المسؤولين أما أن يكون عن إنسان تافه عن برنامج تافه وما يقدمه من محتوى تافه يكون الرد من قبل المتحدثين بأسماء الوزارات لمجرد ذكر اسم هذا البرنامج التافه وما ورد في هذا البرنامج هو إساءة لهذه الوزارة العريقة وزارة التربية كريم السيد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية يقول بناء على ما تم عرضه بحلقة اليوم من برنامج البشير شو في قناة دي دابليو من ظهور معلمين يقومون بتصوير التلاميذ داخل الصفوف بشكل مخالف للتوجيهات الوزارية نود الإشارة للزملاء في القناة والجمهور الكريم بأن وزارة التربية العراقية حريصة كل الحرص وتتعامل مع خصوصيات الطلبة بمنتهى المسؤولية وقد شخصت الوزارة في وقت سابق هذه السلوكيات وعالجتها بالفعل في مرات كثيرة كريم السيد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية قبل فترة وجيزة كان هناك موضوع ورد في برنامج حصاد الأيام على قناة الأيام الفضائية وتطلب التوضيح والرد من قبل المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية كريم السيد لكنه لم يجاوب على هاتفه أبداً إطلاقاً أما ببرنامج تافه وموضوع تافه ومقدم تافه تجده يكتب منشور على صفحته بالفيسبوك ويرصد ويرفد به كتاباً من وزارة التربية أستاذ كريم تحياتي لك الموضوع موهجي الموضوع ما نجاوب على أي شخص مو جدير بالاحترام وأحمد البشير كنا نعرفه ونعرته وجهاته يسيء إلك ويسيء البلدك والوطنك والشعبك والمقدساتك والأئمتك والإنبياءك يسيء إلى كل من تسأل له نفسه هذا هو أحمد البشير أنت تجي وتردع عليها بينما من يحتاجوك بشغلات معينة مهمة يطلب الرد والتوضيح في وزارة التربية ما تطلع ولا تجاوب ترى الموضوع صعب الموضوع فكر به حسنا أوكي لا تطلع أنت لا تطلع ولا تجاوب على أي قناة تلفزيونية بس لا تطلع وتردع عليك موضوع تافه من هو أحمد البشير حتى أنت تطلع وتنزل بيانة عليه ترى الموضوع شوي يعني تبهولة يعني ترى الموضوع واقف ما لترد على أحمد البشير يعني بصراحة يعني هاي رسالة أتمنى أنه توصل لك ورح توصل لك أنا متأكد يعني موضوع الرد على التوافه شيله من بالك لأنه يعني شي ردي يسوي لك مثلا يتناولك ببرنامجة إليك فخر إذا هذا التافي يتناولك يعني أنت زين أنت ماشي بالطريق الصح